ممكن يبقى وزق من النوع ناخد رأيي دكتور أحمد عسمة أستاذ المخ والعصاب بجامعة الأزهر مساء الخير على حضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور إزاي النوم ممكن يضرني لو أنا بنام ساعات كتيرة أو في ناس بتهرب من مشاكل كتير ومن تفكير وقالأ بأنها تنام كتير جدا أو كمان زي ما كنا بنتكلم أنه في ناس بتنام 3-4 ساعات وده معدل نومها الطبيعي لكن بعد فترة بتحس بالإجهاد والتعب وأنها يعني مش قادرة أنها تعمل أي حاجة من الوظائف الطبيعية اللي هي المفروض تؤديها برحب دكتور أمجد طبعا استكمال الكلام اللي هو قاله هو طبعا النوم يمثل في حياة الإنسان 40% وده نسبة كبيرة جدا عشان كده احنا الاهتمام في موضوع النوم ومشاكله دي حاجة مهمة والأمراض اللي بتحصل اللي بتعمل مشاكل في النوم لازم يديها اهتمام كبير شويتين احنا زي نشخص مرض النوم فيه تقنية حديثة احنا بنسميها معمل النوم نقدر عن طريقها ان احنا نسجل اضطرابات اللي بتحصل خلال فترة النوم كلها وبكده نقدم حل وعلاج طب حل وعلاج ده متعلق بس بأمراض المنصر والأعصاب طبعا لا فيه أمراض كتيرة متعلقة بالأنف والعزن وأمراض التنفس بتأثر على موضوع النوم احنا بقى بالتقنية دي نقدر نفيد العيان ونشخصه ونوصل لعلاج كويس يفيده ويرياحه من المشكلة دي عظيم طبعا يا دكتور معيش عايزة اسألك امتى الواحد يتجه لمعمل النوم ده او عيادة النوم ده يعني ايه الاعراض اللي مفروض تحصله فهو يحس اني خلاص محتاج اروح لهذا المكان علشان لو فيه قياسات متابعة معينة لقياس جودة النوم درجة التراب النوم اللي عندي اروح امتى ده سؤال مهم جدا مش كل شخص عند المشكلة في النوم او ما بينامش نقوله يلا نعمل لك بعمل نوم لكن فيه اعراض مهمة هو ممكن نشتكي بيها احد صحي اللي عاشه هو نايم اه تلحبه بالشقة ونزل وممكن كمان يحصل المشكلة في هذا الكلام ده او حد مثلا انه هو نايم بيجي له اختناء يقوم بالنوم في عز النوم محنوب او حد مثلا انه هو نايم بقيم الحلقات بيديه ورجليه او انسان بيتفزع كتير وهو نايم اثناء حد مثلا بيجي له نوب التشنج او صرع اثناء فترة النوم دي حاجات مهمة احنا ممكن نستخدم الكلام وهو نايم يا دكتور انه دي بني اسمعها من ناس كتير انه فلان مثلا بيتكلم وهو نايم تمام اه بوص الدرسة دي بقى اهن ميتها انها هتشخص الكلام ده وتكشفه بمعنى ان احنا عندنا جهاز ممكن نركبه على جسم الانسان الجهاز ده بتوصل بحاجة اسمها مجسات فيه حاجة بتوصل على اليد والرجل والبطن وليها أسلاك بتحط على فروة الرأس على الدماء لشان تسجل اطلبات كهربية المخ كل ده وكمان مش كده وبس ده احنا كمان فيه اجهزة ممكن للمريض نفسه ياخدها معا البيت يعمل الفحف ده وهو نايم بالليل في بيته بس هو القضل طبعا دلوقتي فيه مراكل متخصصة وفيه اماكن مجهزة يقدر ان هو يعمل الكلام ده فيها وهي طول فترة النوم بتاعته يجي حاجة يقولي طبعا انا مثلا باشتغل بالنهار ويجي باشتغل بالليل ممكن جدا نعمل الدراسة دي طبعا تجهزات الدراسة دي مهمة وليها طرق معينة بحيث العياني يقدر ينام كويس يعني مثلا بقول له باشتش شبشية وقهوة في الفترة اللي انت هتنام فيها وفي نفس اليوم اللي انت هتمر في الدراسة حاول ان انت تكمل تاح في اليوم دوت تتبت عن التدخين في الفترة دي عشان نقدر ان نوصل لتشخيص مضبوطة من طريق التقنية دي وزي مواصل حداتك احنا بنحلل بقى الدراسة دي بعد المريض ينامل فقط اللي هو الامهدية تساكلناها بالجهاز قدر نشوف بقى الحاجات اللي حضرت له هل فيه تغييرات في التنفس هل فيه مشكلة في كهربية المخ هل فيه مشكلة في حراكة ايديه هل المريض ده صحي كتير هل المريض بقى متحرك هل حراكة دي ورجليه فيها مشكلة وزي ما كان بيوضيته امجد احنا ممكن كمان بنشوف مراحل النوم نفسها مراحل النوم المتعددة للانسان بيمر بيها هل فيه خلل في فترة من الفترات دي او مراحل دي ولا مفيش بكده ممكن نوصل للمشكلة ونعرف بيه سببها ونعليجها بكل زهول طيب يا دكتور ايه مسألة دورات النوم لو نشرح للناس ده بصي هو النوم عندنا ليه مراحل اربع مراحل فيه مراحلة أورا مراحلة تانية ومراحلة ثالثة مراحلة ربعة المراحل دي بتتنقل يعني المريض بيخش من مراحلة مراحلة وبيرجع تانية بمعنى مثلا فيه مرحلة مثلا المريض بيحلم بيها مراحلة الأحلام دي مراحلة مهمة جدا اللي مثلا حصل مراحلة الرابعة فيه مراحلة تانية مثلا المريض فيها مثلا بيشتيك ويلك دي أنا بحصل الشخير جدا الشخير في الفترة ديت وبصحة وان الحواليه دي بوليت بتشخر وانت نايم دي مشكلة كبيرة دي تتحصل مثلا في المراحلة التالتة فيه مثلا مراحلة تانية دي مددها حوالي تقريبا 15 دقيقة دي برضو مراحلة مهمة فيه مراحلة أورة اللي هي الاسترخاء بتاخد تقريبا من دقيقة الخمس دقايق كل دي مراحلة مهمة لازم الشخص يمر بيها الطبيعي ولو مدخلش فيها واتسجلت في الجهاز ده هيحصل بقى مشكلة منها زي مثلا واحد بقول لك أنا ما بحلمش لا أنا الليل أو بحلم ومش صاحب مش فاكر أحلامي أو بحلم ومش صاحب فاكر أحلامي آه آه فهمني يعني فيه تبقى ناس كتير اللي هي مشاكل بسبب فترة أو مراحل النوم احنا نقدر نشخصهم ونعليكم كمان بكل سهولة إن شاء الله طيب عايز أعرف من حضرتك بعد هذه القياسات هل بيتم وضع بعض البرامج لمعالجة اترابات النوم بالضبط دي خريطة العلاج دي خريطة العلاج يعني مثلا مثلا في بعض الناس اللي بجرون نواة الصرع أثناء النوم احنا بديدهم بقى دول الصرع لأن فيه نوع من أنواع الصرع بيحصل أثناء طرق النوم بس بالمناسبة كمان دهاز نعمل النوم ده بيبقى فيه كاملة متوصلة في القوضة اللي هو نايم فيها بتسجله بتخليه هو يعني بتسجل اللي بيحصل هو نايم وكمان بيبقى فيه حد قاعد معا في القوضة ممرض مختص عشان لو هو احتاج أي حاجة في وقتها أو صفي أو حاب يتحرج أو حاب يتخل أو حاجات زي كده ندر نساعده الموضوع بيبقى ما فيش فيه إرهاق ولا مشكلة عيان بالعكس ده فيه عيان يقول ألعايز أعمل الدراسة دي عشان أوصل للمرض بتاعي فبقى الموضوع يعني مشجع ما فيش فيه مشكلة وحاجة أعملنا يعني حاجة بسيطة ده تحت بسيط ويحتاجش أن أنا أعمل أي إجراءات صعبة أو حاجة مثلا فيها إرهاق على العيان والكلام ده وزي ما قلت حدث فيه ملكة متخصصة ووحدات في الجامعات فيها الكلام ده موجود ومتوفر المرضة تيجي تعمل الكلام ده وتصل للتشخيص والعلاج بسهول طب هل في فئات عمرية يا دكتور بنتيجة هذه الفحوصات والأبحاث هل في فئات عمرية معرضة لمسألة اطرابات النوم أكثر من فئات أخرى وظائف معينة مثلا الناس اللي بتشغلها بتعاني من اطرابات النوم عند الإناف عند الرجال نصي هو الموضوع متفاوت يعني بالحقيقة يعني بس في أطفال كتير بي عندهم مشكل في النوم في ناس يعني شباب بي عندهم مشكلة في ناس عواجين بي عندهم مشكلة يعني كل الأعمار دي عرضة للكلام ده طبعا ظروف الحياة والضغوط النفسية اللي الإنسان بيمر بيها بتكون عامل أساسي طبعا المشكلة تتفجر يعني بتبقى ودامنا يعني طبعا بيبقى ليه دور في الموضوع دوت المشاكل النفسية للشخص بيمر بيها المشاكل العضوية الأخرى زي ما قلت لك إن فيه أمراض تانية بتصيب الإنسان بتتتمل مشكلة في موضوع النوم زي أمراض الجهد التنفسي وأمراض الأنف والأذن دي حاجات برضو بتباليها عامل مهمة قوي في الموضوع دو عظيم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد عسمة أستاذ المخ والعصاب بجامعة الأزهر شكرا جزيلا من إيداكتر